السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بجميع شوية ام زينان تمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله وصفات طاجين بالحوت طريقة شمالية او التاقراف باشتوفوا معي الطريقة والمراحل بجميع الاسرة باش نجاح لكم التاقراف معليكم اشتوفوا معي الفيديو تالاخر ولا تنسوا شي تبرتجي وعلى صفحاتكم ووقع تواصل اجتماعي باشتعم الفائدة واللي اول مرة يزوروا القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تفعيل زر الجرس والضغط على زر الاعجاب اذا اعجبكم الفيديو وبسم الله على بركة الله نبدأ بطريقة اول حاجة المكون الرئيسي للحوت تخطروا نوع السمك هنا استعملت لها ضغط السمك اللي يعجبوا بالنسبة للتاقرا او الاناء اللي كانت طيب فيها التاقرا قد ما يقدم مع هذا التاقرا قد ما يقدم مع هذا التاقرا قد تجيك الديدة وكيجيك طاجن ديالة الديد فهذا الاناء المهم فاش نستعمله اذا ما كانشين قدر نستعمله فوينتي عادي او اي اي قاملة ولكن سر ديالة الخضار انا عندي طماطم هنا فلفل الخضرانة عندي الون فاستعملتها وعندي فلفل احرة وعندي خزو او جعدة وبطاطا هاتشي كمية ديالة الخضار والجلبين كتبقى على حسب افراد ديال الاسرة وقصبور مع الدنس وكيجي تكونوا طريين ما يكونوش هاتشي بفريقو دايما الخضارة فى الطواجنات ستكون دايما الطريا وكيجي تجي ريحة فى مزيونة والتاوم سستعمل هنايا استداره وتاوالتهم هذاء القلب الذى الداخل وقد ندقوا كل شي مع بعطيتو توابل ورقة دراند ومغروفة كبيرة عمرة فلفلة حمرة حلوة او البابريكا وهذه يبقى الكمية على حسب النوعية ديال الفلفلة كينا النوعية فلفلة حميه مرقة عطل وينضغية وكينا النوعية الحامرة بهتا فكيبقى على حسب النوع وشوية ديال الهريسة متعملوشي بزاف كتعطي غير بلنا ما كتحرر شي السحتر قبيصة ديال السحتر غير قبيصة ديدكم واحد شوية يبذر مغروفة نص مغروفة صغيرة مع مارشي والملاح طبعا كيبقى على حسب الدوق المترجم للقبض على السحتر والي بزار في الطاجين عامة انت قدروا تستغنى عليه وانا تبدو تعمله المترجم للسكنجبير إذا عملتوا البصل في القاعدة للطاجين عملوا سكنجبير المترجم للبصل بالسكنجبير المترجم للبصل بالطريقة الأصلية وحتي بالنسبة الربيع والتوم سوف ندقوه في المهرز نضيف المهرز في المهرز نضيف المهرز صغير نضيف المهرز نضيف الجزء الثاني نضيف التهم ثوم ثوم دقية تشارميلة نعصر ليمون نضيف ملاحة نضيف ملاحة نضيف ملاحة نضيف ملاحة نضيف ملاحة سوف نضيف ملاحة فتح الى طهره بالموس فتح الى طهره ونضز الى التقرة نحك الى 1 مطيشة نحك الى 1 مطيشة نعطي الى الى اليوم يستعمل هذه اللاصص ونضيفه من الى صدره ونضيفه من جده لا تحتاج ايضا لك المطيشة وتعطي سوز مزيونة تتعاون باللون وحتى الماء ويتخطر المرق فأنتم لكم الاختياء بالنسبة لك الخضرة من زحين سوف نقوم بطريقة الأصلية 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 نقطع الفلفل قليلا ونزوغه من فوقه نقطع دوائر ونوزعه في حال الوقت تستعمل الفلفل خضر أو ألوان على حسب المتوفر نجد الحوتات ونزوله من فوق الخضيرة الطاجين للحوت قدما تكون الحوت مزيونة قدما الطاجين يجي لديه وكل حوت والطاجين يختلف بين حوت والحوت يجي لديه سماء حسب كل واحد ونزوغه نقطع الفلفل ونقطع دوائر ونزوغه من فوقه ونزول الفلفل نقطع دوائر الليمون ونزوغه من فوقه نقطع دوائر الليمون ونزوغه من فوقه ونزوغه من فوقه ونزوغه من فوقه ونشاربه من فوقه يكتب على مهال لان العافية ديرك تكون تكتمعون كتهرسون فا ديما نعملو شي حديدة ولا شي حاجة متاحل غطيوه بهذا اللي عندكم الغطاء او لا غطيوه بهذا الورق الطهي ما تغطيوه شي غير بالالمينيوم بحاولو تبعدو الورق الالمينيوم من الاكل عملو مثلا الورق هذا عاد عملو الالمينيوم من فوق سينو بحل دبع انا عندي هذا الغطيوي هذا التنجرة كي يجي قطة فانا كنغطيها به اسافي هنخليه هنا يفوق هذا الراس عالي غير 11 دقائق تطلع لي الغالية في الطاجين ثم ندوزو الراس صغير ونحنعليه ونخليه يطيب على خطره باش يجي لديد ويجي مزيون ويجي مريقة دياله ووقفه فهذه مهمة يا متشعلوش العافية مجاهدة على الماكلة رمطيب لكم شي مزيونة مثل البنه ركا تفرق من الطياب على المهل البنه كتفرق هنا يا هيا مطلعت الغالية عندي فتاجين حليك تشوفو هنا يا غادي ندوزو الراس صغير ونخليه يطيب على رحا دياله يتوقف ممتاز عباس ، خبز ندوزو مرأة نص Lyndon مرأة نحن قريب على المرأة يصعر من طيب الخبز أنا هنا كم طيب الخبز اللي غادي نرفق معه في الغداء نعرف بطيبة طائبة ونزل ونقدمه مع الخضراء والله سوف تركه و ادوين اتراه و ادخل زعله من اجلها ان شاء الله تعجبكم لا تنسوanyt ptb اشتركوا في القناة لا تنسوشي ضغطوا على زر الجرس وتعليقاتكم كي يتسنوها و اضغطوا على زر اللايك افعلوا الجرس و اشتركوا الوصفات مقالي غن نقلون شكرا مع السلامة